دعاء الاستفتاح يريد كيفيته وهل هو أكثر من دعاء؟ أقول للسائل الكريم الذي يتابع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي في المسألة يجد فيها أكثر من دعاء واحد منها الذي ذكرته ومنها كثير جدا فإذا ما أردت أن تستزيد ارجع لأي كتاب من كتب الفقهي حتى ولو كان الفقه المبسط الواضح أو الفقه السنة تماما ستجد فيها أقوال كثير أو كتب السنة عمة وحصن المسلم وغيره فستجد فيها أقوال يعني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلمة إلى آخر الآيات والذي ذكرته وهناك أدعية كثيرة لم يلتزمها النبي على نمط واحد حتى لا يشق على أمته فأنا ألتقط منها ما يتيسر لي وأنت تلتقط ما تيسر لي والإنسان الذي فتح الله عليه يستطيع أن يتجول بينها جميعا إن شاء الله حكمها الوجوب أم الاستحباب هي ليست واجبة لأنها لو واجبة لفطلت الصلاة أو واجب وجود السهوي ولكنها مستحبة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان دائما في الصلاة كما صلى النبي صلوا كما رأيتمون أصلي ولأغفلوا عنها لأن فيها الخير الكبير إن شاء الله عليه الصلاة والسلام